موسيقى السلام عليكم أصحاب المعالي والسيادة والفخامة أيها الشعب العراقي في حلقة جديدة من رأيك مع منقذ حلقة اليوم رح شوية نتناول بها بشيء جديد ما تناولنا بالمرات السابقة وأعتقد هو رح يكون ممتع ومفيد للمشاهد الكريم أن يعرف بماذا يختلف الرأي العام العراقي عن رأي أقرانه في الدول الأخرى قبل مدة قبل أشهر سوينا استطلاع للرأي عن طريق ما يسمى بمسح القيم العالمي منظمة اسمها من أسح القيم العالمي من أساتذة سياسة واجتماع تختص بإجراء مقارنة بين شعوب دول العالم حول مفاهيم نفسية واجتماعية وسياسية معينة حتى تعرف ماذا تتميز منطقة معينة عن منطقة أخرى شعب معين عن شعب آخر الدراسات المقارنة هذه هي دراسات مهمة جدا لتطور العلم والفهم الشعوب وبالتالي لمعرفة أكبر بكيفية التفاعل ما بين شعوب دول العالم العراق كان من ضمن هذه الدول التي مسح الرأي العام فيها فأجرينا هذا المسح واليوم رح نحاول أن نعرض النتائج ما يختص بالعراق مقارنة بالدول الأخرى بالذات في المنطقة العربية احنا سوينا الاستطلاع في أربع دول العراق الأردن لبنان ومصر اليوم نريد نشوف شن الفرق بين الرأي العام العراقية أو بين رأي العراقيين ورأي بقية الدول بخاصة ونحن الآن نشهد تشابه بين أو تشابه في الأحداث يقع في لبنان والعراق بنفس الوقت متزامن البعض يربطها بمؤامرة البعض يربطها بإلى آخره يعني بأشياء خارجية مو واجبي هنانا أنه أحشي عن مدى صحة وجود مؤامرة أو إلى آخره مو هو هذا هنانا مو هذا شغلنا احنا شغلنا نريد نشوف هل فعلا الظروف الداخلية الناجمة أو المتأتية من الرأي العام في هاتين الدولتين أو في هذه الدول متشابهة لو مختلفة وإذا مختلفة وإن الاختلاف وإذا متشابهة وإن التشابه ابتداء هذه الدول الأربعة التي أجري المسح فيها تعداد سكانها بحدود 150 مليون نسمة العراق بحدود 40 مليون والدول الثلاثة الباقية 110 مليون إذا أخذنا الوضع الاقتصادي الموازنة من العراق الموازنة العراق التي هي 120 مليون 120 مليون مليون سآسف 120 مليار دولار لـ 2019 مقارنة بموازنات كل الدول الأخرى التي ذكرناها هنا التي هي مصر والأردن ولبنان كل موازناتهم لثلاث دول هي 110 مليار حتى تشوفون الفرق يعني إحنا كدولة كثير عندنا بسبب مواردنا النفطية كثير أعلى المفروض اقتصادياً من هذه الدول رغم أنه نفوسنا إحنا 40 مليون مقارنة بـ 110 مليون هل إنعكس هذا الواقع على الرأي العام؟ هذا الوضع الاقتصادي اللي المفروض يكون مريح هل إنعكس على الرأي العام العراقي أو لا؟ رح أركز على ثلاث محاور أساسية وليش هذه المحاور الأساسية اللي أركز عليها؟ لأن هذه المحاور الأساسية ترتبط بمدى رضى الإنسان عن وضعه ومدى شعوره بالارتياح والأمن في بلده ومن ثم ينعكس على مشاركته الاجتماعية والسياسية في المحور الأول اللي رح نتناوله في الجزء الأول من هذه الحلقة رح نركز على مدى رضى الإنسان العراقي عن وضعه الشخصي والأسري مقارنة بالدول الأخرى رح أخذ بعض الأمثلة وأراويكم إش يد الإنسان العراقي راضي عن نفسه مقارنة بالآخرين الرضى عن النفس الرضى عن الأوضاع اللي عيشها إنسان ما تنعكس بشكل مباشر ومهم على سلوك اليومي وعلى مدى قدرته على التفاعل والإنتاج ولذلك علماء النفس والاجتماع يدرسون الحالة النفسية للإنسان وكيف يشعر لأن هذا هو الذي ينعكس على سلوكه وأرجع أكد ما سبق أن أكدت مرات ومرات إحنا سلوكنا ما محكوم بالحقائق سلوكنا محكوم بما نشعر به بما ندركه يعني أنت قد تكون تمتلك كل الدنيا عندك كل شي عندك لكن إذا أنت تشعر أنه شخصياً أنت ما تمتلك شيء أو أقل مما يجب أن يكون عندك ستشعر باكتئاب وينعكس هذا على سلوكك نفس القصة بالنسبة للسلوك الجماعي المهم الناس كيف تشعر مو المهم من الناس شنو عنده هذا مهم جداً هذا المفهوم في السلوك الإنساني اللي هو يرتبط بتوقعات الإنسان ويرتبط بمدركات الإنسان هذا مهم جداً في السلوك الاجتماعي زيان الآن ريد نشوف شلون الإنسان العراقي ينظر إلى أوضاعه الشخصية وأوضاع أسرته خلي أول سلايد رح نراويكم يا اش قد العراقيين يشعرون بالسعادة مقارنة بالآخرين أنا متعمد أخذت قسمنا الأرقام إلى العراق لبنان والمجموع المعدل للكل ليش العراق ولبنان قلنا لأنه أكو ظروف اجتماعية متشابهة أو العفو ظروف الآن تحصل من حيث ما يحصل في العراق وفي لبنان نفس الشيء نفس المشهد فأخذناهم وقارناهم بالمجموع مجموع الأربع دول زيان نسبة السعادة كما ترون الشعب العراقي هو أقل الشعوب هذه الأربعة سعادة اللي يشعرون أنهم سعيدين جدا أو سعيدين إلى حد ما جمعناهم سوى لأنه هناك سعيد جدا نقول له لو سعيد إلى حد ما لو أنت غير سعيد تماما السعيد جدا وسعيد لهم ونسبتهم جدا قليل هذول يقولون سعيدين جدا وأكو بعض يقول لك أي والله الحمد لله سعيد إلى حد ما يعني أموري ماشية فهذولي نسبتهم بالعراق تسعة وستين بالمية بمعنى أنه أكو عندنا أكثر من ثلاثين بالمية من العراقيين يشعرون بعدم السعادة مقارنة بلبنان تشوفون شعب أكثر يشعر بسعادة أكبر المجموع الكلي يعني إذا ناخذ الأربع دول يطلع ثمانية وسبعين بالمية من هذه الأربع دول يشعرون بالسعادة فإذن إحنا كعراقيين أقل من بقية الدول في هذا الموضوع خلينا نروح على مقياس آخر الحالة الصحية من سئلة عن حالة الصحية أرجع وأقول هذا لا يعني من الواحد يقول حالة الصحية زينة أو مزينة قد يكون حالة الصحية زينة مقارنة بالآخرين بس هو بالنسبة اللي يشعر بها هي حالة غير صحية أو حالة مما فالمهم هو شلون هو يشوف نفسه العراقيين ثمانية وخمسين بالمية يشوفون من نفسهم يشوفون حالتهم جيدة يعني عندك بحدود الأكثر من أربعين بالمية حالتهم الصحية يقول لك حالتنا الصحية غير جيدة مقارنة بالآخرين أيضا أحد أقل الشعوب رضاء عن حالتها الصحية أقل الشعوب رضاء عن حالتهم الصحية أرجع وأذكركم إذا نريد نربط الموضوع بالوضع الوضع الاقتصادي راح تشوفون رغم الوضع الاقتصادي اللي المفروض عندنا أحسن الشعور هو غير شكل عند العراقيين طيب خلينا نشوف الرقم الآخر الرضاء عن الحياة بشكل عام الرضاء عن الحياة بشكل عام اتلاحظون خلينا على مقياس من عشر درجات على مقياس من عشر درجات نسأل للناس اش قد أنت راضي عن حياتك بشكل عام على مقياس من عشر درجات أنت عشرة يعني راضي تماما له صفر ما راضي كل شيء شوفون المعدل مع العراقيين أربعة ونص ما وصلوا للخمسة أقل من الوسط أقل من المقياس الوسطي في حين في لبنان تقريبا سبعة راضين عن حياتهم بشكل عام كل الدول المجموعة مالتها ستة احنا كثير أقل في مدارضانا عن حياتنا بشكل عام مقارنة بالدول الأخرى بعد بعد الرضا عن الوضع المالي للأسرة شلون ينظر العراقي العراقيون إلى كيف ينظر العراقيون إلى وضعهم المالي وأرجع وأقولكم قلت سارح أكد هذه الحقيقة هذه الأرقام تعكس شعور الإنسان ولا تعكس حقيقة الوضع الموضوعين يختلفون لكن بالسلوك الإنساني المهم هو الشعور المهم هو الإدراك وليس الواقع نجي على الوضع المالي للأسرة أيضا مرة أخرى مرة رابعة وخامسة وأخرى أنه العراق أقل رضا أو العراقيين أقل رضا من الآخرين عن حالهم أربعة ونص على مقياس من عشرة الرضا عن الوضع المالي لبنان شوية عابرين الخمسة الدول بشكل عام بضمنها مصر والأردن والشسمة هي أو الدول الأخرى بحدود خمسة من عشرة إذن بشكل عام العراقي ما راضي عن نفسه بعد خنشوف بعد رقم آخر كم مرة سألناهم في كل هذه الدول كم مرة كنت أنت أو أحد أفراد عائلتك عاجز عن توفير دواء أو علاش طبي اللي قالوا نادرا نادرا اللي قالوا نادرا ما تصير عندنا هذه الحالة إنه نعجز عن هذه أو أبدا ما تصير عندنا الحالة 92% من اللبنانيين بمعنى إنه 8% من عدهم تصير ممكن تصير عدهم هذه الحالة أو أقل شوية من 8% ممكن تصير عدهم هذه الحالة العراقيين 52% فقط اللي قالوا نادرا ما تصير يعني بمعنى عندنا أكثر من 40% من العراقيين أفادوا أفادوا أنهم عجزوا عن توفير دواء أو علاج طبي إلى أو لأحد أفراد عائلته خلال الأشهر الستة الماضية نسبة كبيرة في بلد مثل العراق يتبتع بإمكانات مثل إمكانات العراق الكل الشكل العام 74% يعني تقريبا أقل من 25% فقط ربع فقط ربع هذه الدول ربع سكان هذه الدول من شعر أنه كان عاجزا في وقت ما عن توفير دواء إلى أو لأحد أفراد عائلته في حين وين عندنا يقفز الرقم بالعراق أكثر من 40% وهو رقم كبير كما قلت لكم بشكل عام هذه الأرقام تراوينا أنه العراقيين هم أقل شعوب المنطقة العربية اللي هي المنطقة الدول هذه الأربعة مصر الأردن لبنان والعراق إحنا أقل هذه الدول شعورا بالرضا عن الوضع العام اللي خاص بالشخص مو 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 بالوضع المجتمع عن الوضع الصحي عن الوضع الأسري العفو الوضع المالي وعن الحياة بشكل عام بالنسبة للعراقيين رح أوقف عند هذا الحد نأخذ شوي استراحة ثم ننطلق إلى الجزء الثاني اللي رح نتناول به عن مدى شعور العراقيين بالأمان وسواء هذا الأمان اقتصادي أو نفسي أو جسدي ابقوا يانا مزيد للأرقام في الجزء الثاني شكرا اشتركوا في القناة السلام عليكم مرة أخرى لازلنا في موضوع مقارنة الرأي العام العراقي مع الرأي العام في دول أخرى وأنا مثل ما قلت لكم استغليت أنه حديثاً انتهينا من استطلاع للرأي في أربع دول في المنطقة العربية دول قريبة من الظروف اللي احنا نعيشها في العراق وردنا نشوف شلون وضع العراقي مقارنة بالآخرين بالجزء الأول حيشينا عن مدى رضا الفرد العراقي عن نفسه وعن أوضاع عائلته مقارنة بالآخرين في هذا الجزء في هذا الجزء رح نتناول موضوع الشعور بالأمن والشعور بالأمن مفهوم الأمن هو مفهوم واسع هو مو مثل اللي يعتقد البعض هو مرتبط فقط بالأمن الجسدي يعني جريمة العنف إلى آخره هذا جزء من موضوع الأمن الشخصي لكن هناك أمن آخر هو الأمن النفسي للشخص مدى شعور أنه آمن مدى شعور أنه آمن الأمن عند علماء النفس يعتبرون أو شعور بالأمن يعتبروا أحد المقومات الأساسية للصحة النفسية وهو أحد الحاجات الأساسية للإنسان حتى أن أحد كبار علماء النفس اللي اسمه ماسلو سوى لمن لمن وضع نظريته بخصوص الحاجات الأساسية أو الحاجات التي يحتاجها أي إنسان طبيعي وضع الأمن في بداية السلم الحاجات يعني هو يعتبر الأمن إلى أهمية قصوى مثل الحاجات الفسلجية وخل الحاجات الفسلجية وخل الأمن باعتبارهم هم الحالات المهمة أو الحاجات المهمة اللي يحتاجها ولذلك هو حتى الله سبحانه وتعالى لمن في سورة الإيلاف قريش يقول إلاف القريش الإيلافي مرحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف الأمن من الخوف مهم جدا للصحة النفسية والاجتماعية لأي مجتمع خلينا نشوف كيف يشعر العراقيون في موضوع الأمن مقارنة أنا دائما أعرض في هذه الحلقات شلون يشعروا العراقيين الآن حتى تصير عندنا صورة واضحة خلينا نقارن بالله ويدوها الأخرى لها نفس الظروف تقريبا اللي عيش هالعراق أو نفس الظروف ونفس الثقافة نفس الخلفية خلينا أقول شلون هل هل نفس هل نفس أول أول شيء المأوى الآمن الأمن هل أنت عندك مسكن لو ما عندك جاءت تشعر بالأمان هذا مهم جدا خنشوف الأرقام ش تقول لنا الأرقام السؤال يقول خلال السنة الماضية كم مرة أنت أو عائلتك افتقدتم لمأوى آمن خلال السنة الماضية كم مرة أنت شعرت أنك ممكن تتهجول بالعامية أنك ممكن تطرد من سكنك أو أنك أساسا ما عندك سكن هذا الشعور اللي مجربيه البعض هو شعور قاسي على النفس لما أنت تنام وأنت ما تدري الصبح وين رح يصبح واش رح يصير بيك الأمور خنشوف العراقيين شوفوا ربع العراقيين ربعهم خمسة وعشرين بالمية قالوا خلال السنة الماضية شعرنا أنه إحنا آني أو أفراد عائلتي مهددين في أمن السكن مقارنة في لبنان ستة بالمية في المجموع لكل الدول عشرة بالمية يعني العراق مقارنة ببقية الدول إحنا ضعف هم مرتين ونص إحنا أكثر من لبنان بخمس أربع مرات وأكثر من حيث القلق من حيث القلق على وجود بيت آمن أو وجود سقف ممكن يظل الإنسان العراقي فلذلك هذا الموضوع مهم جدا بالنسبة لأي دولة تريد أن تخطط للأمن ومو لأمن فقط الأمن الخارجي وأمن الشرطة وإلى آخر وإنما الأمن النفسي شوف رقم ثاني خلنشوف الرقم الثاني النوع الثاني من الأمن النفسي اللي يأثر كثير بالإنسان لمن هو يشعر أنه ماكو عنده بجيبة فلوس يقدر يعيش بيها أو أنه موارد المالية لا تسمح له بالعيش طبعاً المسألة نسبية بين شعب وشعب بين دولة ودولة لكن نرجع ونقول نحن المهم شلون الشعور مال الإنسان كيف يشعر الإنسان في العراق في مصر في الأردن في لبنان كيف يشعر بخصوص حالته المالية أنه هل عنده السؤال يقول خلال السنة الماضية كم مرة أنت أو عائلتك افتقدتم للدخل المالي ماكو عندكم صبحتوا أو يعني شعرتوا أنه ما عندكم دخل مالي كافي بالعراق هنا أنا هذا اللي قالوا نادراً أو أبداً يعني أبداً ما شعرنا بهذا الموضوع أبداً ما شعرنا بهذا الموضوع 90% في لبنان أبداً ما شعروا بهذا الموضوع في العراق 60% ما شعروا يعني أكو عندنا 40% 40% من العراقيين شعروا خلال السنة الماضية أنه ما عنده دخل كافي رقم كبير رقم كبير أنه فقط 60% شعروا خلال السنة الماضية أنهم آمنين مادياً في حين 90% في لبنان شعروا أنهم آمنين مادياً الدول الأخرى ثلاثة أرباحهم بما فيهم مصر بما فيهم الأردن 75% منهم شعروا بالأمان المادي أكو أقل من 25% منهم أو 25% منهم اللي شعروا بعدم الأمان المادي إذن هذا مرة أخرى لمن الإنسان ما راضي عن حياته ويشعر أنه أكو عنده قلق أمني هذا ينعكس على سلوكه بالتأكيد ينعكس عن رضا عن نفسه وعن رضا عن مجتمعه وعن رضا عن كل شيء في هذه الدولة طيب بعد شنو من المؤشرات على الشعور بالأمن من المؤشرات المهمة الأخرى الأمن الوظيفي كما يقول علماء النفس الأمن الوظيفي العمل لأنه هو مصدر للدخل العمل مهم إجقد من العراقيين شعروا أنه ممكن يفقدون عملهم إجقد سألناهم وكل الدول العربية هذه سألناهم إجقد من عدكم شعروا أنه ممكن يفقدون الوظيفة السؤال إلى أي مدى أنت قلق بشأن فقدان وظيفتك أو عدم العثور على وظيفة شوفوا بشكل عام بشكل عام بكل الدول ستين بالمية ستين بالمية هم قلقين يعني يقول لك كثيرا ما شعرنا بذلك ستين بالمية بشكل عام وهو رقم كبير هذا الرقم يقفز في لبنان إلى خمسة وستين بالمية يعني تقريبا ثلثيا اللبنانيين ما يشعرون بأمن وظيفي زين ماذا عن العراق تقريبا خمسة وسبعين بالمية ثلاثة وسبعين بالمية ثلاثة أرباع العراقيين له خايف من فقدان وظيفته أو يخاف أنه ما يلقي وظيفته رقم كبير رقم فعلا كبير ويحتاج إلى وقفه وتأمل طيب بعد بعد من الأشياء اللي تشعر الفرد بالرضا أو بأنه آمن وإلى آخره التوفير التعليم الجيد للأطفال لاحظوا نقول لك قد أنت قلق بشأن عدم قدرتك على توفير تعليم جيد لأطفالك بالنسبة للشكل العام سبعين بالمية من العرب اللي في هذه الدول أو من مواطني هذه الدول الأربعة سبعين بالمية منهم يشعرون بالقلق أنه تعليم أطفالهم غير جيد هذه النسبة تنزل بلبنان إلى 66% وهي أيضا نسبة عالية بس بالعراق مرة أخرى ثلاثة أرباع العراقيين يشعرون بالقلق من عدم القدرة على توفير تعليم جيد لأبنائهم هذا يفاقم الضغوط النفسية على العراقيين بعد أنت لما تشعر بضغوط نفسية ما يساعد على تخفيف هذه الضغوط شعورك أنه الكل مثلك لما الكل مثلك يعني ما يصر عندك خرمان نسبي ما نسميه relative deprivation الحرمان النسبي مهم جدا الإنسان يقارن مع الآخرين فحتى لو كان دخل واطي في وسط ناس كلهم دخلهم واطي وحتى لو هو كان عدم آمن في وسط ناس كلهم عدم آمنين هذا يخفف كثير من شعوره أو من وطأة شعوره لكن إذا حصل العكس هنانا المشكلة وهذه الفجوة شلون ممكن تتجسر وشلون ممكن يعبر عنها الإنسان هذه لها موضوع آخر لكن لما نسأل عن الفساد للمناسبة هذا الحديث إحنا لما هو عدم غير آمن العراقي لا من حيث المسكن لا من حيث الدخل لا من حيث الوظيفة زيان ردنا نشوف شلون شلون يقيم الوضع في البلد بشكل عام لاحظوا أنه على مقياس الفساد اللي من عشر درجات إحنا أعلى وهذا طبعا ما لم تعد سرا لم تعد معلومة جديدة العراق أعلى واحد بهذه الدول اللي كانت معروفة مقارنة بالعراق معروفة قسم منها بأنه عدها مستويات فساد عالية إحنا أعلى مستوى للفساد من عشرة ما أخذين ثمانية بوينت ثمانية ثمانية فاصلة ثمانية يعني تقريبا تسعة من عشرة ما أخذين امتياز بقية الدول يا جيد يا جيد جدا أو يعني بين السبعة وثمانية في لبنان ثمانية بوينت ثلاثة في كل الدول بعد على الرشوة أيضا للتأكيد على هذا الموضوع نسألهم كم مرة أنت كمواطن اشعرت أنك تحتاج لدفع رشوة أو تقديم هدية حتى تحصل على خدمات هي حقك من مسؤول محلي أو مسؤول حكومي شوفوا شقد أكو تشابق العراق و لبنان أجوا بنفس الدرجة ثلاثة واربعين بالمية ثلاثة واربعين بالمية يقولون احنا شعرنا أنه من الضرورة أن ندفع رشوة حتى نحصل خدمة مقارنة بكل الدول العربية 35% المعدل هناك احنا أعلى احنا أعلى لذلك ونتيجة كل هذه الظروف اللي حتشينا بالجزء الأول عنها وحتشينا الآن عنها ظروف الرضا عن النفس الرضا عن أوضاع الأسرة الوضع الأمني النفسي الوظيفي الاقتصادي نتيجة كل هذه احنا عدنا مقياس انقيس بي أو واحد من الأسئلة اللي انقيس بيها يلخصنك كل شيء هو هذا السؤال اللي يقول له يسأل نتيجة أنه حياتك مقارنة مع حياة أبويك شنو الوضع مالته هل تعتقد انه انت الآن أفضل من ما عاش والديك عندما كان في سنك أو لا لاحظة السؤال مقارنة بمستوى معيشة والديك عندما كان في سنك بمستوى معيشتك هل تقول إن حالك أفضل أم أسوأ أم نفس الشيء اللي يقولون أفضل من العراقيين احنا أحسن من أبونا وأمنا أحسن من وضع عسرتنا لمن كانوا بنفس عمرنا شقيت فقط واحد وعشرين بالمئة مقارنة بستة واربعين بالمئة باللبنان يقولون احنا حالنا أفضل من أهلنا وستة وثلاثين بالمئة من الدول العربية احنا أقل الدول شعورا بأن حالنا أفضل من حال من سبقونا وهذا يثاقم من المشكلة النفسية الاجتماعية التي يعاني منها العراقي العراقي مأزوم مأزوم في ظل كل هذه الأرقام العراقي مأزوم العراقي تحت الضغط نفسي وهذا الضغط النفسي يزداد يزداد بالوضع لما نسأل عن الوضع الشعور بالأمن الفعلي أو الجسدي لاحظوا من نسأل عن الشعور بالأمن الفعلي أو الجسدي نقول هل أنت وقعت بضحية لجريمة خلال العام الماضي بشكل عام الدول خمسة بالمئة من مواطني الدول يقول ايه تعرضت إلى جريمة خمسة بالمئة طبعا هو معدل موسهل خمسة بالمئة يعني ذول اللي تعرضوا إلى جريمة فعلية بسنة وحدة خمسة بالمئة في لبنان ثلاثة بالمئة العراق ثلاث مرات بقى لبنان تعرضوا إلى جريمة سواء كانت هذه الجريمة جريمة كبرى جريمة صغرى إلى آخره مو هذا المهم ارجع ونقول المهم هو شلون يشعر الإنسان ثلاث مرات احنا بقدل لبنان ومرتيا احنا بقدل بقية الدول أعلى منهم في الشعور بعدم الأمن الجريمي أو الجرائمي طيب هل ماذا عن أحد أفراد عائلتك احنا بالسؤال الأول سألناه عن هو نفسه أحد أفراد عائلتك قفز الرقم عندنا بالعراق من تسعة إلى عشرة عشرة بالمئة يقولون اتعرض واحد من أفراد العائلة إلى جريمة خلال السنة الماضية مقارنة بستة بالمئة في لبنان وبقية الدول احنا ايضا تقريبا ضعفهم ضعف بقية الدول اذا الأمن الداخلي بالنسبة للمواطن ليس الأمن النفسي الآن الأمن الداخلي هو ايضا مقارنة بالآخرين شعورنا بالأمن الداخلي في مناطقنا أو بالله هذه هو أقل من البقية الدول أخيرا بهذا الجزء سنرى آخر رقم على القلق من حصول حرب أهلية الدول بشكل عام خمسين بالمئة قلقة هذه الدول العربية خمسين بالمئة قلقين من حصول حرب أهلية لبنان يقفز الرقم إلى واحد وستين بالمئة اللي هي مشابهة لظروفنا تقريبا لبنان من حيث التنوع الطائفي والقومي والإثني إلى آخر العراق 76% من العراقيين يخشون حرب أهلية هذا أن كل إذا تضعوه سوى ببودقة وحدة كل هاي الأرقام اللي حشينا بها بالجسل الأول والجسل الثاني تقول لك العراقي تستخلص منها نتيجة واضحة ما تحتاج إلى نقاش العراقي تحت ضغط نفسي هائل نفسي ضغط نفسي كبير يجعله مأزوم جدا جدا ابقوا يا أنا بالجزء الثالث نشوف وشلون هذا نعكس على وضع الاجتماعي والسياسي ابقوا يا أنا التغيير الأولى في نقل الخبر أكدت المحكمة الاتحادية موقفها بخصوص منح الإيفتجين مقاعد نيابية تحرص على السرعة ولكن بموضوعية نسعى إليها دائما نحن ساحة لكل الآراء مهما تعددت كنا وما زلنا نقف على قضايا تشغل المواطن هذه نشرة إخبارية مفصلة نقدمها لكم من قناة التغيير وننقل لك ما لا ينقله الآخرون شاشتنا تفاعلية والمشاهد مشارك بالخبر والرأي وليس متلقيا فقط تفقد القائد العام لقوة المسلحة عادل العملي لموقع اتجار كدسة العتاد في معسكر الصقر الحدث ننقله بجرأة واتزان في تفاعلاتها المتواصلة تصلكم الأخبار عبر التغيير موسيقى مشاهدين أهلا بكم في هذه تغطية الخاصة من جديد انطلقنا في رحلة بحث عن الحقيقة بعدسة أوضح ترصد لقطات من الواقع وانحيزا نعترف به كان دوما للإنسان مرحبا مرة ثالثة أصحاب المعالي والسيادة والفخامة يا شعبي العراقي العظيم الرائع البطل الجزئين الأول والثاني من هذه الحلقة ناولنا موضوع الأزمة النفسية التي يعيشها المواطن أو مو الأزمة النفسية خلينا نقول شعور المواطن العراقي مقارنة بدول الجوار وشفنا أنه العراقي لما نتقارن بالبقية رغم أنه من الناحية النظرية يفترض أن يكون أكثر راحة أكثر ارتياح من مواطني الدول الأخرى بسبب وضع الاقتصادي بسبب إمكانات الهائلة إلا أنه في الحقيقة هو يشعر أو شعور ينم عن وجود ضغط نفسي أكبر بكثير مما موجود على بقية الدول الثلاثة الأخرى زيان شلون العكس هذا الوضع على العراق أو على العراقيين أنتو تعرفون نحن بالعراق كثير من الأمثال التي نتداولها والحكايات التي نرويها في أحاديثنا في نقاشاتنا معظمها معظمها كانت تجلد الذات العراقية وتحاول تصوير العراقي على أنه إنسان لا أبالي إنسان غير صبور إنسان غير قادر على أن يفعل أي شيء من سان اتكالي إلى آخر تسامعين هذا الحكي ما تصير لشارة نريد نشوف فعلا إحنا مثل هذه الظروف النفسية اللي قلنا عليها انعكست عليها وخلت تهوى بهذا الشكل شنو وضع للعراقي مقارنة بالآخرين من الناحية الاجتماعية والسياسية كيف يختلف العراقي عن الآخرين قبل لا أوصل لنهاية الحالقة وأنطل الاستنتاج النهائي أقول أنه ثبت بالأرقام وبالأفعال أنه المواطن العراقي له طينة خاصة المواطن العراقي عنده خصوصية يمتاز بها عن الآخرين شلون شلون العراقي أكثر مشاركة سياسيا واجتماعيا من كل الدول الأخرى رح نطيكم المثل شوفوا سلايد هذا ال16 طبعا في هذا السلايد أو في هذا السؤال نحن سألنا العراقيين عن معنى الحياة أو معنى الدين بالنسبة هل العراقي ينظر إلى الدين على أنه بس قصة حياة ما بعد الموت أو بس قصة قصة الآخرة والغيب وإلى آخره لو لا هو ينظر إلها على أنها معنى للحياة الدين هو هو وسيلة لإعمار الأرض ولتنميتها وإلى آخره شلون النظرة الفلسفية للعراقي لاحظوا مقارنة بالآخرين كل الدول 54% يقول لك هي لفهم الحياة والسؤال هو أي من هذه العبارات تتفق معها أكثر بخصوص المعنى للأساسي للدين هل المعنى الأساسي للدين هو فهم الحياة بعد الموت لو فهم الحياة في هذا العالم بالنسبة لللي قال لو فهم الحياة في هذا العالم 41% من مجموع الأقطار العربية اللي أشرنا إلها يرتفع فهم الحياة العفو فهم الحياة بعد الموت آسف يقلت فهم الحياة بعد الموت 41% في لبنان 44% يؤمن أنه الدين هو فهم الحياة ما بعد الموت بالعراق فقط ربع العراقيين اللي يؤمنون بهذا المفهوم الغالبية العظمى تقريبا 70% من العراقيين يقول لك الدين هو هذه الحياة فالعراقي يحب الحياة مو مثل ما يقولون احنا اكثر من لبنان حتى واكثر من مصر واكثر من بقية الدول العراقي يحب الحياة العراقي يريد حياة يريد حتى الدين يريد يسخر للحياة مو مثل ما كان عندنا من المفهوم جيد رقم ثاني رقم ثاني التبرع لحملة او لمجموعة ما او العمل الاجتماعي الخيري شوفوا العراقيين مقارنة بالآخرين اشقد من العراقيين يعي شوف الدول العربية ثلاثة ارباع مواطنين دول العربية تقريبا يقول لك انا ما مستعد لا شارك بحملة ولا بتبرع والآخر ثلاثة ارباح باللبنان اثنين وخمسين بالمية في العراق اثنين واربعين بالمية عندنا تقريبا خمسين بالمية اكثر من خمسين عندنا سبعة وخمسين بالمية من العراقيين يقول لك لو انا اردي فاعل الرقم الاحمر ستة وثلاثين بالمية مثلا هنا يقول لك انا اساسا انا مشارك سويت وانطيت او واحد وعشرين بالمية يقول لك انا مستعدة انا سوي فالعراقيين مستعدين عندهم استعداد للمشاركة بالحملات الاجتماعية والتوعية وهكذا هم نظموا انفسهم حتى في هذه التظاهرات زيب بعد رقم اخر المشاركة السياسية يقول لك العراقي ما مهتم وما يشارك والى اخر سمعنا هواي حشي عن الانتخابات نسب العزوف اللي صارت في الانتخابات هل فعلا العراقي ما يهتم شوفوا سألنا هل شاركت من قبل او من الممكن ان تشارك ام من المستحيل ان تشارك في تشجيع الاخرين على اتخاذ اجراءات بشأن القضايا السياسية العراق اعلى شيء اكثر من من عشرين بالمية من العراقيين يقول لك مستعد اشارك في حين خمسطعش بالمية بالدول العربية بعد خلينا نشوف رقم اخر هل من من الممكن ان تشارك او من المستحيل ان تشارك في تشجيع الاخرين على اتخاذ اجراءات بشأن القضايا السياسية عبر منصات التواصل الاجتباعي كثيرين تساء له خلال هذه التظاهرات عن منو هي القيادات وشلون قدروا العراقيين الشباب العراقي نظمون نفسهم ولما كان الجواب انه نظموا ونفسهم عبر شبكات التواصل الاجتماعي عبر شبكات التواصل الاجتماعي كان الكثير يشكك في هذا الموضوع ويعتقد اكم مؤامرة هي اللي نظمتهم وإلى آخر الارقام جدت حتى تفند من يقولون بموضوع المؤامرة العراقيون اعلى من بقية الدول العربية في استعدادهم او في مشاركتهم الفعلية باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي لغرض القضايا السياسية اكثر شعب من هذني الاربعة رغم انه احنا اخر شعب دخل الانترنت بسبب النظام السابق ومع هذا ومع هذا واحنا اقل حتى عندنا نسبة الانترنت من بقية الدول الاربعة مع هذا نسبة العراقيين اللي مستعدين للمشاركة في انشطة سياسية من خلال التواصل الاجتماعي هي اعلى من كل الدول الاخرى وبالتالي وبالتالي لما نجينا سعننا على المشاركة في التظاهرات شوفوا الرقم هذا اللي رح يطلع عندنا في السلايد الاخر حضور مظاهرات سلمية هل شاركت او ممكن ان تشارك في مظاهرات سلمية شاركت او ممكن ان اشارك تقريبا 30 بالمية من العراقين يقول لك لو شاركت لو مستعد اشارك 30 بالمية وهو رقم كبير مو سهل انت تروح تطلع تظاهر وهذه مظاهرات سلمية بالدول العربية 19 بالمية فقط بلبنان 25 بالمية اعلى ايضا لكن العراق هو الاعلى استعدادا للتظاهر هذا الاستطلاع سوى ناقب الاشهر من بدء هذه المظاهرات طبعا هذه الارقام كلها تدلك ان العراقي عند استعداد ان يشارك في السياسة وينظم نفسه عبر وسائل التواصل الاجتماعي لكن علينا ان نكون حذرين جدا وننتبه وانتبهوا يا حكومة اردى قولها هذه انه ترى نعم العراق عند استعداد العراق مأزوم وعند استعداد ان يشارك بس بنفس الوقت شوفوا هذا الرقم الاخر اجقد من العراقيين يبررون العنف السياسي العراقيون اكثر الناس اللي يبررون العنف السياسي طبعا هو لازال الرقم مو كل شيء شبيه 2.7 من 10 يعني اقل من واحد في كل 3 اشخاص ونص اللي يبرر العنف السياسي في لبنان اثنين في المجموعة بشكل عام 1.8 المتوسط ما لللي قالوا احنا من عشرة من عشرة من عشر درجات العراق اكثر واحد او العراقيون اكثر ناس مستعدين يبررون العنف السياسي طبعا ليش هذا بسبب اللي حشيناه العراقي مأزو نفسيا بشكل كبير وما حشيناه بحلقة ماضية انه العراقي تعرض الى العنف على من طفولته وعلى مدار تاريخه خلت يشوف انه رغم انه لازال الرقم ضعيف قليل لكنه خلت يشوف انه العنف السياسي عنف مبرر ولذلك ولذلك هذه اللي لازم نعرفه انه العراقيين شديدو او سريع يعني بسرعة ينفجرون هذا اللي لازم ننتبه له انه بسبب هذا الاوضاع هذه اللي كلها قلناها العراقيين ممكن ينفجرون بسرعة وممكن ان هذا الانفجار يؤدي الى عنف اكثر مما موجود في بقية الدول العربية رغم انه لحد الان الحمد كل المظاهرات اللي جرت مظاهرات سلمية حصلت حوادث هنا وهناك لكن بشكل عام احنا عدنا استعداد للعنف اكثر من ال من ال آخرين في ختام هذه الحلقة اشكركم واتمنى انه تكون هذه الارقام قد اعطتكم صورة عن وضع العراقي مقارنة بالمواطنين الذين يعيشون في بلدان مجاورة شكرا لكم يا اصحاب المعالي والسيادة والفخامة والى حلقة اخرى اودعكم وتصبحون على خير اشتركوا في القناة